هذه الأسطورة الحية تسمى بتنين الكومودو على الرغم من أنه لا يستطيع الطيران ونفث النيران كما رأينا في الأفلام فهو أكبر أنواع السحالي في العالم يمكن أن يصل طوله حتى ثلاثة أمتار ووزنه حتى 160 كيلوغرام تقريبا حصل على اسم التنين عندما بدأ الغربيون يسمعون شاععات عن السحالي العملاقة الشبيهة بالتنين في أوائل القرن العشرين ومن هنا اكتسبت هذه الأنواع اسمها الشائع على الرغم من أنها لا تتنفس النار بل لديها عض مميتة إذ يحتوي لعاب أعلى السم الذي يخفض ضغط الدم بسرعة مما يؤدي إلى فقدان الدم وإرسال الفريسة في صدمة يصعب الشفاء منها بمجرد أن يعض الكومودو فريسته يصبح من المحال الغروب لأن هذه التنين تتمتع بقدرة مذهلة على التتبع باستخدام لسانها الذي يشبه الشوكة فتظل تبحث عن طرائدها بصبر حتى تتمكن من العثور عليها اشتركوا في القناة